اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب البداء وقد ذكرنا فيما مضى أن البداء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر أمرا لمصلحة ثم يغير هذا التقدير لمصلحة أخرى وهو أزلا عالم بتحقق تلك المصلحة وبذلك التقدير وعالم بتغير تلك المصلحة وتغير التقدير كما في قوم يونس الله سبحانه وتعالى قدر عذابهم لما كفروا فكانت المصلحة في عذابهم ثم لما تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا بالتوبة تغيرت المصلحة فالله سبحانه وتعالى غير التقدير بحلاكهم إلى التقدير بتمتيعهم إلى حين كما قال ومتعناهم إلى حين والبداء ليس بمعنى الجاهل فإن الله سبحانه وتعالى أعز عن ذلك ويتعالى عن الجاهل ومن زعم أن الله جاهل والعياذ بالله فهو كافر وخارج عن الملة الآن في بحث هذه الحلقة نذكر أحاديث أخرى من أحاديث باب البداء من كتاب الكافي الشريف حيث رواها الكوليني عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الحديث الخامس عشر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يقول إن الله عز وجل أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه الله سبحانه وتعالى هو عالم بما كان وما يكون وما هو كائن ويعلم بالقضاء المحتوم والقضاء الذي يغيره سبحانه وتعالى هو عالم من الأزل وأكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله بأن أخبره بكل ما حدث في الدنيا إلى زمان الرسول محمد صلى الله عليه وآله كل ما خلق من خلق الله سبحانه وتعالى أخبر محمدا بذلك جميع الحوادث التي وقعت قد يستغرب الإنسان أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله كان يعلم كل ما وقع سابقا الجواب هذا لا استغراب فيه إذا أنت تعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فتذعن بأن الله قادر على أن يخبر محمدا صلى الله عليه وآله رسوله بكل ما وقع في هذا الكون من اليوم الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق الأول فكل العلوم الماضية الحوادث الماضية أخبرها له وكذلك أخبره بما سيقع الحوادث المستقبلية من ذاك اليوم الذي الله سبحانه وتعالى أخبره بالأمور التي لم تقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها زين بالنسبة إلى ما مضى القضايا اتفقت ولا تغيير لما اتفق الماضي ما مضى وقته ولزم أجله لكن بالنسبة إلى ما سيحدث في المستقبل لأنه لحد الآن لم يحدث وإنما هناك تقديرات للأمور التي ستحدث في المستقبل فهنا هذه التقديرات على قسمين قسم محتوم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر ويعلم بأنه لا يغير ذلك التقدير إذ لا مصلحة في تغيير ذلك التقدير هذا من القضاء الحتم أخبره الله سبحانه وتعالى بالقضايا المحتومة أن هذه القضايا ستقع حتما والرسول صلى الله عليه وآله أخبرنا بكثير من القضايا المستقبلية وصحاح المسلمين من شيعة وغير شيعة مليئة بالأخبار المستقبلية التي أخبرها الرسول صلى الله عليه وآله هذا من علم الغيب لكن لا بعلم من الرسول وإنما بتعليم من الله سبحانه وتعالى الرسول بذاته لا يعلم الغيب لكن بتعليم من الله سبحانه وتعالى علم فأخبرنا ببعض ذلك الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى لا يظهر ذلك الغيب إلا من ارتضاه بيان الشخص الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى بقوله من رسول والرسول صلى الله عليه وآله بإذن الله قد يخبر إخبارا عاما وقد يخبر إخبارا خاصا نحن الشيعة نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بما سيكون إلى يوم القيامة نخص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن بعده بسائر الأئمة لكن غير الشيعة في صحاحهم مثلا في كتاب صحيح مسلم عند العامة يروون بأن رسول الله جلس على المنبر من بعد صلاة الصبوح إلى صلاة العشاء فقط بمقدار الصلوات كان ينزل من المنبر ويصلي ثم بعد ذلك يصعد على المنبر فيخبرهم بالقضايا المستقبلية ففي كتاب صحيح مسلم عندهم يقول فأخبرنا بما كان بما يكون إلى يوم القيامة ولذا أحد الرواة يقول فإذا رأيت حدثا أتذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبرني يعني إحنا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر الحوادث المستقبلية للأئمة فقط لكن هؤلاء يقولون بأن الرسول على المنبر أخبر لي عمّة من كان حاضرا في المجلس من صلاة الصبوح إلى صلاة العشاء باستثناء وقت الصلوات حيث كان ينزل ويصلي ثم يرصعد إلى المنبر فأخبرهم بما يكون إلى يوم القيامة السمادرياهو والغلوب أنت تقول أن الرسول علّم الأئمة فقط وهو يقول أن الرسول علّم الجميع من الذين كانوا حاضرين في المسجد من الصحابة على كل حال حسنا نرجع إلى الحديث هنا فالله سبحانه وتعالى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بما سيقع بالقضاء المحتوم وأيضا أخبره بالتقديرات ولكن ذكر أن هذه قد تتغير قد يحصل فيها البداء إذن إن الله عز وجل أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا يعني منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لماذا أخبره سؤال يخبره بكل الوقاع الماضية لماذا لأنه من أسباب التفضيل هو العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلم من أسباب التفضيل الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بعلمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وجه تفضيل آدم على الملائكة كان بالعلم يعني من أسباب تفضيله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون زين القضايا التي مضت في العالم والقضايا التي ستتحقق في العالم بالنتيجة مجموعة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعلمون بها هسا ملائكة شياطين ناس مؤمنين ناس فساق مثلا ناس كفار جين يعلمون بهذه القضايا ببعضها يعني مثلا أنا أعلم ببعض القضايا المرتبطة بي شخصيا وأنت تعلم بالقضايا المرتبطة بك شخصيا وأنت تعلم وأنت تعلم وأنت تعلم فإذا نحن نعلم هذه الأمور ولو المرتبطة بنا شخصيا والرسول لا يعلمها ففي هذه المسائل نحن نكون أعلم منه في هذه المسائل نكون عالمين وهو يكون جاهل وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في هذه المسائل نكون أفضل منه لأننا نعلم وهو لا يعلم والله سبحانه وتعالى ما أراد أن يكون أحد أفضل من الرسول في أي شيء من الأمور حتى بهذا المقدار الجزئي يعني مثلا أمثل لكم مثال أنا مثلا طالب علم لا أعرف الحدادة لا أعرف النجارة ولا أعرف الحرف الأخرى لأني لم أزاولها ولم أتعلمها وأنتم أيضا كذلك حتى الذي يعرف حرفه لا يعرف حرف أخرى يعني النجار لا يعرف الحدادة عادة هذا الذي يعرف ويعلم بحرفة من الحرف وصنعة من الصنائع في تلك الحرفة هو أفضل مني هو أعلم مني هو يعلم وأنا لا أعلم هل المقدار هو أفضل مني؟ نعم يمكن تقول أنه هذا الرجل عالم مشتهد فقيح من حيث المجموع هو أفضل من إنسان مثلا حداد لأنه ذاك يعلم بأشرف العلوم اللي هي علوم التوحيد وعلوم أصول الدين وعلوم الفقه وهذا يعلم بعلم مثلا هو علم من الصناع والحرف بل من حيث المجموع هذا أفضل من هذا لكن في الحدادة في النجارة هذا يعلم وذاك لا يعلم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذا في هذه الجزئية أفضل من ذاك طبيعي إحنا هم شايفين بعض العلماء تسألهم عن قضايا لا يرتبط بمسائل الدين يقول أنا ما أدري فلان أحسن مني يدري فلان أعلم مني في هذه المسألة الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يكون أحد من الناس من الأولين والآخرين وأحد من الجن من الأولين والآخرين وأحد من الملائكة وأي موجود آخر له علم في شيء ولا يكون لرسوله العلم في ذلك الشيء لأنه راح يصير في ذلك الشيء أفضل من الرسول وهذا الله سبحانه وتعالى لم يرده لرسوله فلذلك أخبره بجميع القضايا حتى إحنا القضايا التي نقوم بها الروايات الشريفة تدل على أن الرسول والأئمة يعلمون بها وفي يوم القيامة يشهدون عليها وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا زين إذا لا يعلمون كيف يشهدون هذه شهادة زورة تصير المراد بالعالمين الذين يشهدون الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطة لأن الأئمة في ضمن هذه الأمة باعتبار أن الأئمة يعلمون لذلك قيل جعلناكم أمة وسطة وإلا بعض المسلمين ليسوا لهم الوسطية إما إفراط وإما تفريط وهو لا يشهدون لأن بعضهم فسق لا يؤمن على حزمة بقل فكيف يوم القيامة يروح يشهد زين فالمراد الرسول والأئمة الرسول والأئمة يشهدون بدون علم هذه شهادة زورة تصير وهم منزهون من ذلك فيعلمون لذا الله سبحانه وتعالى يخبرهم بكل شيء يقع فحتى لا يكون أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله ولو في جزئية من الجزئيات بأن يعلم هذا الشخص ذلك الشيء ولا يعلمه الرسول حتى يصير أفضل منه الله حتى هذا ما راد لرسوله فلذا أخبره بكل شيء فهو عالم بكل الأمور يعني الآن مثلا هذا التطور اللي صاير في العلوم المختلفة في مجال الطيب في مجال الفضاء في مجال العلوم المختلفة ملايين الكتب كتبت العشرات ومئات الملايين من الكتب وكل يوم تكتب مقالات كثيرة وعلوم كثيرة كل هذه وما سيكون في المستقبل كل الله سبحانه وتعالى كان قد أخبرها لرسوله صلى الله عليه وآله لأن الله هو عالم به كل هذه الأمور وأن يفيض هذا العلم إلى رسوله هذا هو مو محال عقلا والله سبحانه وتعالى قادر بذلك على ذلك فلذا أخبر رسوله هذه جهة أنه حتى ليكون واحد أفضل من الرسول في جهة من الجهات فالإنسان أحمق كان ابني إلى معرفة بالكمبيوتر بخصائص يعني البرمجة وما إلى ذلك من أمور ترتبط بالحواسيب فكان يتبجح في مجلس قال ابني هذا في الكمبيوتر أعلم من الإمام زين أعلم من الإمام هذا علم كسبي تعلم من معلمين علموه يمكن من شوية هو بالممارسة تعلم بعض الأمور الرسول الله سبحانه وتعالى أخبره مباشرة وعبر الرسول الأم عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أخبرهم بكل ما يكون نعم الله أخبر الرسول أن هناك قضايا محتومة هذه القضايا ستقع محتومة وقضايا فيها البداء فأخبره بتلك القضايا وأخبره أن في تلك القضايا يوجد البداء أو قد يوجد فيه البداء لذا الإمام الصادق يقول أن الله عز وجل أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا الماضي وبما يكون المستقبل إلى انقضاء الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأخبره بالمحتوم من ذلك بما سيقع واستثنى عليه فيما سواه يعني في غير المحتوم قال لأنه نخبرك بهذا الأمر لكن اعلم أنه قد يكون فيها البداء هذا بالنسبة إلى الحديث الخامس عشر وأما الحديث السادس عشر في مسألة البداء عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى استفاء الأنبياء فباستفائه صارت لهم القابلية ليكونوا أنبياء لذا أي واحد من عندنا ما يقدر يوصل إلى تلك الدرجة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما استفاءنا فأنت بجهدك ما تقدر توصل إلى تلك الدرجة إطلاقا عكس بعض الفلاسفة الذين يقولون أن النبوة هي بجهد ذاتي من الأنبياء فلذلك يمكن لأي إنسان أن يصل إلى تلك الدرجة وهذا كلام باطل لأن النبوة بحاجة إلى استفاء إن الله استفاء آدم التراب مستحيل أن يصير ذهب نعم التراب يمكن أن يصير مثلا نقش في جدار يصير جميل يصير طابوق جميل مثلا يصير زينة يستعمل في قصور في بيوت لكن يصير ذهب ما يصير لأن هذا الذات يختلف عن ذاك ذات الأنبياء تختلف عن ذات لقية الناس لأن الله اصطفاهم هاي مرحلة المرحلة الأخرى أخذ من الأنبياء مواثيق في هذا القسم في المواثيق هذا قسم اختياري يعني هم باختيارهم قبلوا هذه المواثيق وعهد الله سبحانه وتعالى على الالتزام بها فالأحاديث المختلفة والآيات بيّنت مجموعة من المواثيق مثلا في إحدى الآيات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أخذ من الأنبياء الماضين ميثاق على أن يبشروا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأنهم ينصرونه إذا كانوا في زمانه أو بإخبارهم أمامهم بأن إذا أدركوه أن ينصروه هذه من المواثيق موجود في آية قرآنية وكذلك مواثيق أخرى ذكرت في القرآن وفي الأحاديث في هذا الحديث مذكور ميثاقين من المواثيق الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء مما ذكر في هذا الحديث بتحريم الخمر الميثاق الثاني أن يقر لله بالبداء واحد مسألة اعتقادية هي مسألة البداء مسألة توحيدية من صميم المسألة التوحيدية والآخر مسألة عملية تحريم الخمر الخمر لم تكن محللة ثم حرمت لا توجد شريعة من شرائع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لا توجد شريعة كان فيها الخمر حلال في جميع الشرائع كان الخمر حرام هناك مجموعة من الأمور الله سبحانه وتعالى حرمها دائما مو أنه كانت محللة ثم حرمها كلا دائما كانت محرمة من جملة الخمر من جملة الزنا من جملة القاتل من جملة الكذب الافتراع على الله هذه أمور في كل الشرائع كانت محرمة أستشاهد حول الخمر الخمر لماذا محرم دائما وهذا التشديد عليه لأن ميزة الإنسان عن الحيوان بعقله وإلا إذا أنت تروح في علم الأحياء التركيبة الجسدية بين الإنسان وبين سائر الحيوانات هذه افتراق بسيط يعني يفرض الإنسان والقط الإنسان والقرد الإنسان مثلا والسمك الإنسان والدجاج التركيبة الجسدية تختلف لكن هذه اختلافات بسيطة حتى في الجينات قبل أيام كنت أقرأ تقرير أن جينات الإنسان وجينات الدجاج 60% هذه الجينات مشتركة إذن فرق الإنسان عن باقية الحيوانات كفرق باقية الحيوانات بعضها عن بعض من حيث التركيب الجسدي يعني الأسد يختلف عن الفيل القط تختلف عن السمكة مثلا وهكذا الإنسان بها الحدود يختلف مع بقية الحيوانات حتى الآن في علم الطب عندما يجرون اختبارات لمعرفة الأمراض والاكتشاف الأدوية على الحيوانات وخاصة وخاصة على الفأر يجرون هذه التحليلات ليش لأن هناك جهات بشتركة زين فما الذي ميز الإنسان عن باقي الحيوانات شنو ميزتنا عن باقي الحيوانات اللي الله سبحانه وتعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين صورة الإنسان أفضل وأجمل من صورة بقية الحيوانات لكن الميزة الأساسية هو في العقل الإنسان له عقل وسار الحيوانات لا عقل لها لذا بقية الحيوانات لم تكن مكلفة وإنما تتحرك بغرائزها عما الإنسان مكلف لأنه له عقل إذا الإنسان كان مجنون غير مكلف لأنه لا عقل له وكل ما درجة العقل ارتفعت التكليف أيضا يشتد يعني كمثال طالب الصف الأول والطالب الجامعي الإنسان العاقل الذكي أكثر من توقعنا من الإنسان الأبلح نقول لأن هذا عقله أكثر أنت عندك طفل عمره سبع سنوات تتوقع منه أقل مما تتوقع من ابنك اللي عمره عشرين سنة لماذا تقول لأن هذا الابن اللي عمره عشرين سنة عقله أكثر من هذا الطفل اللي عمره سبع سنوات فهذا الطفل اللي عمره سبع سنوات بمقدار عقله يتوقع منه ويكلف وذلك الإنسان الإنسان كلما عقله صار أكثر تكليفه يصير أكثر ولذلك الأنبياء تكليفهم أشد من غير الأنبياء لماذا؟ لأن عقولهم أرقى وأسبع من عقول سائر الناس زين فميزة الإنسان عن الحيوان بعقله الخامر تزيل العقل يعني تخرج الإنسان من الإنسانية إلى الحيوانية السكران هو حيوان لا فرق بينه وبين سائر الحيوانات بل هو أظل منها لأن هذه حيوانات هكذا خلقت هذا لا هو أزال عقله فأظل من تلك الحيوانات ولأن الشرائع الإلهية تؤكد على العقل لذلك الخامر لأنها تزيل العقل حاربتها أشد محاربة ما كو أن الخامر كان حلال بعدياً صار حرام حس البعض مثلاً يذكر أن آيات تحريم الخامر نزلت بالتدريج في ثلاث مراحل في مكة في سورة النحل نزلت هذه الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب هذه مرحلة مرحلة أخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون والمرحلة الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في مراحل ثلاث كما يقولون حرمت الخمر بس هذا مو معنى أنه قابل ذاك كانت الخمر محللة قابل ذاك كان سكوت عنها مو تحليل بحيث يكون تحريم الخمر نسخ لذلك التحليل كلا لم يكن تحليلا أصلا وإنما سكوت لاقتضاء تدرجية الأحكام في بداية عصر التشريع فإذن جميع الأنبياء كانوا مكلفون والله سبحانه وتعالى إذا بعثهم إلى أممهم كان في ضمن تعاليمهم تحريم الخمر فلذا إذا تشوف مثلا في بعض الأناجيل نسب إلى عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أنه صنع الخمر مثلا في قدح وهذا افتراء وكذب على السيد المسيح سلام الله عليه ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر هذا بالنسبة إلى أمر عملي وأن يقر لله بالبداء هذا بالجانب الاعتقادي ضمن المواثيق أن الله مو عاجز ما يقوله اليهود بأن يد الله مغلولة خلق العالم وما يقدر يغير منه شيء هذا ليس من تعاليم موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا افتراء على الله افتراء على موسى إذا نسبوه إليه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء بعد يعجز عن تغيير ذلك التقدير كلا لا يعجز إذا ما غير لأنه ماكو مصلحة في التغيير وإذا غير فلأن هناك مصلحة في التغيير قوم عاد وثمود الله قدر عذابهم لم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى نفذ ذلك التقدير لكن قوم يونس الله قدر عذابهم عذابهم بسبب كفرهم لكن تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم فرفع عنهم العذاب ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء وهناك حديث آخر لعله آخر أحاديث باب البداء وهو حديث مطول وفيه معارف توحيدية جمع إن شاء الله في الحلقات القادمة سنستفيد من هذا الحديث الشريف هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة